مثل قضية عائشة أنه ما الدليل على أن عائشة مبرأة من فوق سبع سماوات ما هو الدليل الآن يا مسلمين يا عالم أي واحد في الدنيا اللي يسمعنا ما هو الدليل على أن عائشة مبرأة من فوق سبع سماوات آيات سورة النور طيب من القائل بأن هذه الآيات نزلت في عائشة في تبرئتها عائشة من الراوي عن النبي أنها نزلت في عائشة عائشة ما شاء الله خلص بهالطريقة تتبرأ ساحة عائشة خلص أي واحد باتشريكم شو أي واحد متهم في ساحة القضاء يروي رواية عن نفسه يقول أنا بريء وأنا أشهد لنفسي أني بريء وأنا أشهد عن واحد ميت أنه يشهد لي أني بريء في زمان وقوعي واقعة وعليكم اتصدقوني مثل ما صدقت عائشة واطلعوني برا هذا كلام مقبول عائشة تقول إن هذه الآيات نزلت في تبرئتي أو في براءتي وتنسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لنا طريق للتأكد من النبي صلى الله عليه وآله مباشرة أنه هل بالفعل أنت قلت هذا الكلام أم لا فإن المتهمة تدافع عن نفسها بنسبة هذا الكلام إليك هنا نفس الشيء عمر متهم بأنه عدو السنة يجيب لنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله بزعمه هو تماثل قول عمر حتى يبرع عمر من أنه عدو السنة وغفل عن أن الرواية ذاتها التي يستشد بها إنما هي عن المتهم نفسه عن عمر نفسه شوي تعقل شوي انتبه